السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبة وطالبات الصف الثالث الاعداد النارد ان شاء الله هنشرح يونت تن الواحدة العشرة الى الفضاء والعودة منه طبعا زي ما احنا متعودين ان شاء الله هنبدأ بجزء الجرامر جزء القواعد عندنا المضارع التام وعندنا المضارع التام المستمر وعندنا زي ما نسمو الماضي التام هنبدأ بالجرامر في الاول وبعد كده هنبدأ نشوف دروس القراءة اللي محتاج يدخل على طول على درس التالي الرابع هنسيب لكم في اول تعليق وفيه سندوق الوصف الدقيقة اللي بيبدأ فيها الدرس التالي الرابع لو انت مش عايز تضيع وقت وهتلاقي برضو الدرس الخامس والسالس انها مليونة كله ان شاء الله هيكون في نفس الفيديو علشان ما انتهش ومندورش كتير في القناة ياريت ما تنساش دعمنا بلايك على قد ما تقدر عشان شجعنا ان احنا نكمل شرح باقي المنهج بإذن الله مع بعض هنبدأ دلوقتي كده بيزا present perfect tense اللي هو زمن المضارع التام اخدنا الترم الاول تكلمنا فيه كتير جدا زي present perfect tense present perfect tense زي ما احنا قلنا اللي هو زمن المضارع التام المفروض وانا بكتب اسمه دلوقتي ان انت افتكرت الشكل بتاعه او الفورم بتاعه كنا بنقول بيتكون من have or has طبعا have مع الجامع وهاز مع المفرد have or has plus زي دي اللي هو التصريف الثالث للفعل لو حبينا نقول مثال كده مع بعض قلنا مثلا i لايك تاخد have or has طبعا have find found found i have found انا وجدت a pen انا لقيت قلم لو انا حابب ام في الجملة دي طبعا اه موضوع سهل خالص في النجاتب بتبقى haven't و hasn't يبقى نقول i haven't found a pen لو انا حابب اعمل question بنبدل عادي خالص ممكن اقوله have you found a pen ممكن يقول yes i have لو هو لا و ممكن يقولي no i haven't لو عايز اعمل سؤال بادت استفهام عادي اقوله what have you found يبقى ده دي قاعدة اللي احنا بنقدر بانقول عليها الاثبات ده قاعدة النفي و ده طبعا قاعدة question بهال لو انا عايز اعمل بادت استفهام مفيش اي مشكلة ده الشكل بتاع present perfect واحنا شرحناه بالتفصيل قبل كده يبقى تكون من have or has plus التصريف الثالث والنفي بتاعه وتكوين السؤال مفيش اي مشكلة النهاردة بقى هنركز اكتر شوية هنشوف الكلمات الدلة بتاعته وبعد كده نشوف الاستخدام كلمات الدلة كان عندنا اي من العلامات بتاعته كان عندنا الترم الاولاني اه ممكن نقول كلمة توان او في الحال اللي هي جاست معناها توان وكان عندنا اللي هي معناها حقا وكان عندنا اللي هي ابدا وكان عندنا اللي هي بتجي في السؤال معناها من قبل واللي حاقي بالشرح كامل هي زال لكم الوقت شرح الترم الاول يجيب برضو موجود مفيش مشكلة خالص وكان عندنا طبعا اللي هي منذ وفور اللي هي لمدة لمدة معينة او لفترة معينة دلوقتي بقى هنشوف استخدامات المضارع التام هما ليه اصلا عاملين زمن المضارع التام ده او بيجيبوه في المنهج ليه الفايدة منه اول استخدام معانا ليه المضارع التام بيقول لي ايه بقى اه يستخدم مضارع التام حدث يعبر عن حدث ماله اه تم في الماضي دون تحديد يعني ما نحددش وقت حدوثه يعني ما نقولش حصل امتى حاجة تمت في الماضي وما نقولش حصلت امتى ده اول استخدام للمضارع التام طيب ناخد نقول كده مثال مع بعض ونقول مثلا اه ماي فيفريت رايتر كاتبي المفضل مثلا هاز ريتن كتب انيو بوك كتب كتاب جديد هاز ريتن ما قال ليش امتى هو خلاص كتبه بس ما قال ليش يبقى حدث تم في الماضي دون تحديد وقت حدوثه طيب حد هنا يسألني سؤال هيقوله طب لو حددنا طب عنده تحديد وقت حدوثه يعني مثلا عايز اقول كتبه في الماضي لا با عنده تحديد وقته حدوثه في الماضي هنستخدم ايه بقى نستخدم الباست سيم بالعادي جدا نستخدم الماضي البسيط نستخدم مين الماضي البسيط يعني مثلا انا كتبت حاجة بالامس هاو هقول اي روت انيو استوري انا كتبت قصة جديدة مثلا لاست ويك الاسبوع الماضي هنا احنا هو محددين الوقت خلي بالكو بقى يبقى نستخدم ماضي بسيط نقول تاني نقول تاني الاستخدام ده يبقى لما يكون اهو حدث ثم في الماضي حاجة حصلت دون تحديد وقت الحدوث ما حددناش قلنا الكاتب بتاعي كتب كتب طب كتبه امتى قلفه امتى ما قالوش طب لو حددنا قلنا لست ويك مثلا زي كده لا يبقى نستخدم زمن مين نستخدم زمن ماضي بسيط ده اول استخدام معنا الاستخدام التاني عند ذكر لما نذكر يعني لما نقول عدد مرات الفعل يعني الحاجة دي عملناها كام مرة او الكام يعني الكمية بتاعتها طبعا مع كلمات زي مين مثلا زي كلمة مثلا لما نقول لان عملت الحاجة دي مرتين عملتها ثري يعني ثري تلات مرات عملتها ميني عملتها لت اوف وهكذا لما نذكر عدد مرات الفعل يبقى مضارح تام زي مثلا اهو اقول اي هاف يشرب يعني درينك درينك درانك انا شربت هنحدد بقى عدد مثلا تو كابس اوف كوفي انا شربت ايه يا جماعة كوب بيتين كوفي اتنين تو كابس هاف درانك هنا حددنا عدد مرات الفعل عدد مرات الايه مرات الفعل احنا هيدا حددنا تلاتة حدث بدأ في الماضي حاجة بدأت في الماضي وما زالت مستمرة وما زالت مستمرة او لها اثر يعني حاجة بدأت في الماضي وما زالت مستمرة مثلا اقول مثلا اي هاف لفد انا عايش ان كايرو في القاهرة سينس منزو توساودان ان سيفن من الفين وكام وسبعة معناها ان انا في الفين وسبعة وروح تعيشت فين وروح تعيشت في القاهرة ولحد الوقت انا هناك بس ما عنديش نية مثلا ان انا اكمل لفترة طويلة ده زمن البرزن بيرفكت واحنا شرحنا كتير جدا في الفاصل الدراسي الاول ده بس كان تسكير للزمن اللي هنتكلم بقى عنه الوقت المضارع التام المستمر تعاني شو بقى البرزن بيرفكت كونتينيوس تاني زمن معانا النهاردة زي الجزء الاولي نفس الاسم ها ده بريزنت بيرفكت طبعا الورقة الشرحة ده زي ما احنا متعودين بس بهولكوا في صندوق الوصف زي بريزنت بيرفكت كونتينيوس تنس اسم طويل جدا بتاعه وزمن بسيط خالص ما فيش ابسط من كده زمن المضارع التام المستمر ما المضارع التام المستمر يلا نشوف شكله كده واضح جدا من شكله هاو هاو هاز بلاس كلمة دي سابتة بقى بين او بين بلاس طالما فيه مستمر يبقى بيرب زائد آي ان جي تاني هاو هاز بين ذا ده الفيرب زائد آي ان جي زي ما احنا متعودين طبعا هنا فيه سوبجيكت هنا فيه فاعل يبقى يتكون زمن المضارع التام المستمر هاو هاز بين زائد الفيرب زائد آي ان جي طبعا فيه حاجات يعني بديهية هاو هاز هتتنفى بنط النفي بتاعي انا اقول اي هاو 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 يو بي لو السؤال لعملية الايه المقصة او تقديم الفعل على الايه على الفعل طيب اللي يهمني جدا في الزمن ده الاستخدام بتاعه يعني المضارع التام المستمر ده آآ عاملينه ليه او ايه الهدف منه هو طبعا استخدام مهم جدا حدث بدأ في زمن الماضي لحد كده تمام يعني بقى الحدث بدأهم وما زال مستمر في الوقت الحالي يعني الحد دلوقتي لسه موجود اوله اثر كبير في الوقت الحاضر يشبه المضارع التام شوية بس ده الاستمرار بتاعهم كمل معانا علشان مين علشان الاي ان جي علشان ايه علشان الاي ان جي يبقى المضارع التام المستمر بدأ وما زال مستمر واحتمال ايه كمان احتمال ان هو يكمل معانا شوية هنشوف كده جملة اوله اي هاف بن ويتين ويت يعني ينتظر انا منتظر for the bus انا مستني الباس for a long time بقى لي a long time فترة طويلة now now يعني ايه الآن يعني ده من فترة طويلة جدا واقف مستني الباس ولسه برضو ايه ولسه موصلش واحدة كمان جملة كمان it has been raining بتمطر all الكلمات الدلة انا اخدها بعد شوية day طول اليوم النهاردة بتمطر so the garden علشان كده the garden is very wet او is wet علشان كده the garden مبلل طيب ايه التعبيرات الزمانية الدلة عليه او time words او اللي احنا بنقول عليها الكلمات الدلة نركز بقى في the keywords بتاعتي يا سنة تالت عندنا اتنين مشتركين هنا وهنا يعني مضارح تم وتم مستمر اللي هما مين دول اللي هما عندي كلمة sense و for ادي كلمة sense تنفع مضارح تم اللي هي معناها منذ و for ان هي معناها المدد طيب مين اللي هيزيد معنا بقى هيزيد معنا هنا كلمتين تانية اول كلمة هتزيد معنا اللي هي كلمة all هي بمعنة wall يعني مثلا لما اقول all morning طول الصباح all evening طول المساء all day طول اليوم او طوال اليوم وعند كلمة this اللي هي معناها طبعا هذا لما اقول this week هذا الاسبوع this month هذا الشهر this year هذا العام and so on يبقى الكيورد تاني الكلمات المميزة او التعبيرات الزمنية للمضارع التام المستمر sense for all this يبقى all with this مضارع تام مستمر فقط sense for مضارع تام او مضارع تام مستمر طبعا ان شاء الله زي ما احنا متعودين احنا بنحل كتاب المدرسة في القناة وكل الكتب الخارجية انتظروا ان شاء الله فيديو الحال نازل غدا هنبدأ بقى نتدرب على الشارح انت في لقى دلوقتي زاكر مضارع تام يعني ايه مضارع تام مستمر يعني ايه وهنبدأ نحل كل اسئلة اي الكتاب ان كان الكتاب اللي معاك هتلاقي ان شاء الله اجابة لي في القناة دلوقتي هندخل بقى على زمن تاني خالص اللي هو زمن اللي هو الماضي التام الزمن التالت موجود معانا درس مهم جدا ما اخدناهش قبل كده اللي هو ذا هنمشي كده واحدة واحدة علشان الناس تستوعب الزمن نشوف كده بالاول زمن الماضي التام لو احنا ركزنا في اسم الزمن هنحس ان هو شبه المضارع التام في الاسم يعني التكوين الفورم بتاعه شبهه شوية هنقول اهو هاد كلمة واحدة بلس التصريف السالس وطبعا هنا في سبجيكت يبقى ده اول حاجة معانا شكل الماضي التام هاد بلس التصريف السالس نشوف كده اي جملة نقول مثلا اي هاد فنشت انا انا هايت افريثينج كل شيء مثلا باي فايف قبل الساعة مثلا الخابس كده ننفي الجملة فيش مشكلة خالص في النفي هاد بتتنفي ازاي عادي جدا هقول هادنت يبقى اي هادنت فنشت افريثينج باي فايف لو انا محتاج سؤال هنبدل هتبقى هاد قول اي بتحول الى يو ده لو بفعل مساعد يعني على طول او بيس ونو سوري فنشت افريثينج باي فايف ياس اي هاد او نو اي هادنت ده لو انا محتاج هنكتب كده الاسبات وده النيجاتيف وده الكوستشن قول اوليس اي هاد او نو اي هادنت ايه الهدف من الزمن اركزوا با معايا شوية الهدف من الزمن اه هو استخدام واحد بس او يستخدم زمن الماضي التام للتحدث عن حدثين يعني حكتين حدثين في الماضي تم احدهما قبل حدث اخر في الماضي نركز بقى يبقى الماضي التام بيستخدم للتعبير حقا حدثين واحد تم قبل التاني في الماضي يبقى انا كده يبقى عندي جملتين الاي جملة هتحصل في الاول سنة ثالثة هتكون واللي هتحصل بعدها هتكون تاني الحاجة اللي هتحصل في الاول هتكون ماضي تام والحدث الثاني هيكون اللي هو الماضي البسيط يبقى جمالنا النهاردة معظمها وقواعدنا النهاردة معظمها هتكون حدثين علشان كده هو بيقول لي اول حاجة في درسنا النهاردة كلمة after اللي هي معناها بعد والكلمة التانية بتسويها as soon as معناها بمجرد and اقول تاني after as soon as هايجي بعدهم الجملة اللي بعدهم طبعا يربطوا جملتين هايجي بعدهم على طول ماضي تام هادو التصريف الثالث والناحية التانية الجملة التانية ماضي بسيط نركز شوية تاني after as هيربطوا جملتين الحاجة اللي هتحصل في الاول هتبقى past perfect والحاجة اللي هتحصل بعدها هتبقى ماضي بسيط يبقى الحدث الاولان على طول هيبقى ماضي تام تعالوا كده طيب نشوف مثال مع بعض هقول مثلا after اهو after بعد i had parked بعد ما انا بعد ما ركنت السيارة عملت ايه؟ 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 بعد ما ركنت السيارة عملت ايه؟ ايه؟ ماضي بسيطة هوا؟ after i had parked my car وهنا في الجزئية دي بيقول لي ممكن ممكن استخدم after ممكن استخدم after بدون فاعل يعني بدون i بس القاعدات هتتغير شوية يعني ايه؟ يعني قال لي ممكن اعمل كده after يجي بعدها verb زائد i n g لبقى لكم بقى اس لا مش في القاعدة دي after ينفع يجي بدل الماضي التام يجي بعدها verb زائد i n g طب والجملة التانية يا مستر نسيبها زي ما هي ماضي بسيط طب تعاني نطبق الكلام ده تاني يبقى نقولها واحدة واحدة قبل ما نطبقها طب عشان نستفهمها عشان ناس ما نطلق باش يبقى after يجي بعدها ماضي تام ماضي بسيط انتفقنا على كده هو ماضي تام ماضي بسيط ينفع يجي بعدها verb زائد i n g لو ما جي فيش بعدها فاعل طب تعاني نعملها هنقول after بعد خلاص مفيش فاعل بقى ولا هادة يبقى park نحط له i n g باي parking after parking my car بعد ركن سيارتي عملت ايه؟ i went to work انا ذهبت لل ايه سنة ثالثة ذهبت للعمل طيب دي اول جزئية من الروابط بتاعتنا طبعا احنا عارفين ان كلمة after دي لها كلمة عكسها مشهورة جدا كلمة مين اللي عكسها ايه سامح حد بيقول before يعني ايه before معناها قبل و before بتساوي رابط تاني اللي هو by the time برضو معناها قبل والرابط اللي بيجي في كل القواعد اللي هو مين اللي هو when اللي هو معناها عندما احنا قلنا after معناها بعد و by the time معناهم قبل يبقى هيجي بعدهم ايه في الاول هنا الماضي التام لا احنا قلنا عكسها يبقى دولة هيجي بعدهم ماضي بسيط والجزء التاني ها ماضي ماضي تام يعني عكس after طب يلا نطبق الكلام ده على نفس الجملة اللي فوق ليه بتاع after i had parked فين الماضي البسيط فين الحادث الثاني i went to work يلا نعملها كده هنقول مثلا before before i went قبل ما انا اذهب before i went to work قبل ما اذهب للعمل كنت عملت ايه بقى i ماضي تام اهو had parked my car كنت انا ركنت الايه السيارة نفس التفصيلة الصغيرة لما قلنا after ينفع يجي بعدها verb z ing دي برضو بتحصل مع before بس يعني ايه ينفع برضو بدل الماضي البسيط يجي بعدها verb z ing طب يا مستر الجزء التاني هنسيبه زي ما هو ماضي تام اناش دعوة بيه خالص اهو يبقى احنا هنا نستخلص ان after ينفع ايه ما يجيش بعدها فاعل يجي وراها اي نجي على طول و before نفس الفكرة تعالى نكتبها هنقول before 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 الايه خلاص went الرجاة والاصل يبقى go يبقى going before going to work قبل الذهاب للwork i had parked انا كنت ركنت my car كنت ركنت الايه السيارة بتاعتي بعد كده الرابط التالت معانا كلمة اسمها until until معناها حتى وبرده بتساوي كلمة till مش عكس بعض هما الاتنين till و until معناهم حتى دول بيجي قبلهم غالبا ماضي بسيط اللي احنا مسمينه ايه النهاردة حدد ثاني وده غالبا بيكون ايه يا جماعة بيكون منفي اللي هو غالبا didn't والمصدر او لو الفعل اساسي wasn't awarent تمام كده وهنا في الجزء التاني طبعا مطلع ما هنا الماضي البسيط هيبقى هنا هيكون مين هيكون اللي هو الماضي التام لو حبينا نطبق على الجملة اللي فوق او انا هنا ممكن نكتب لكم في الاول النفي بتاع الماضي البسيط عشان محدش انساه غالبا بيكون فاعل ايوا الماضي البسيط بيتنفى بمين غالبا بdidn't والمصدر ده مع اي فعل اللي لو كان فيربي تو بي لو فيربي تو بي طبعا هيتنفع على طول بوازنت مع المفرد ويرنت مع مين ويرنت مع الجامع وغالبا هيجي بعدهم طبعا ايه وزنت ويرنت يا تطريف سالس يا اما طبعا صفة زي مثلا لما قول اي واز هابي تبقى اي وازنت هابي وطبعا هنا برضو فيه سبجيط في فعل لو انا حبيت اطبع الجملة دي اللي هي before i went to work i had parked my car يلا نطبع عليها هي تلوقع انت اللي هيجاب لها الماضي البسيط اللي هو الحدث الثاني فين اللي هو i went to work يلا ننفي يلا نبدأ كده نقول i went to work ازاي i didn't go to work انا لم اذهب الى العمل till حتى او until ماضي تام i had parked حتى عملت ايه ركنت my car اللي لما ركنت اللي هيجا معها السيارة خاصتي الرابط اللي بعد كده عندنا كلمة احنا اخدناها في رابط السبب اللي هي كلمة لان لان يعني because واللي هي بتساوي كلمة as معناها لان هيجاب لهم هنا طبعا يعني because بيجاب لها نتيجة هتكون ماضي بسيط يعني الحدث الثاني اللي احنا بنسميه اصلا نتيجة وهيجي بعدها هنا مين وهيجي بعدها اا ماضي تام اللي هو الحاجة اللي حصلت في الاول اللي احنا طبعا بنسميها سبب تعال طيب كده نشوف مثال مع بعض واحنا ايه نفهم اكتر اول مثلا احمد اه succeeded يعني ايه succeeded نجح دي كانت النتيجة هو ماضي بسيط لانه او as لانه عملي بقى he had خلي بالكم بقى ماضي تام هو studied هارد تعالي فهمها اكتر السبب النجاح ان هو عمله ان هو زاكر المزاكرة تمت في الاول ونتيجة طبيعية بعد كده حصل الايه حصل النجاح لان ده ياخدنا للرابطين اللي هم عكسهم عكس كلمة because mean so so معناها ولذلك هي يعني هيجي قبلهم من هنا الماضي التام اللي هو السبب وهيجي بعدهم الماضي البسيط اللي هو النتيجة تعالي نعكس كده الجملة اللي فوق هنبدأ به هي اللي هو احمد طبعا يعني ممكن اول احمد هاد هارد زاكر بجد ولذلك اللي حصل علشان كده هو عملية سنة تالتة هو نجح ده بالنسبة ل so و that's why اخر حاجة معايا في الروابط كلمة by كده لوحدها ومعاها before اللي ممكن يجي بعدهم هنا وقت محدد في الماضي والجملة التانية تبقى ماضي تام خلي بقىكم مش ماضي بسيط بقى وقت محدد في الماضي يعني ايه وقت محدد في الماضي يعني انا مثلا ممكن اقول باي قبل مسلا two thousand and one قبل سنة الفين واحد هو وقت محدد هاو ايه اللي حصل كان ماي انكل عمي هاد بلد ادي ماضي تام هاو كان بنا سوري هز هاوس كان بنا المنزل بتاعه ادي ده ماضي تام هاو وده وقت محدد في الماضي اللي هو ايه قبل الفين واحد هنا ده مش جملة ماضي بسيط ولا حاجة ندي واحدة على before برضو ندي نكيب بعدها before قبل my last birthday قبل عيد ميلاد الاخير مش زمن اهو ده ده انا وقت محدد اهو قبل عيد ميلاد الاخير اللي حصل i had both انا كنت اشتريت a bike كنت جبت ايه كنت اشتريت bike يعني كنت جبت دراج ده بالنسبة ل buy before لما يجي بعدهم وقت محدد في الماضي دلوقتي هنبدأ نشوف الكلمات من حتى نهاية هنبدأ بقى دلوقتي نعرى كلمات لسنة 102 space station telescope gravity orbit researcher flood lens lenses solar system spacecraft astronomer satellite timeline event mars astronaut dubai prepare solution jet machine force attract retire american organize quiz competition literature space graduate teaching assistant finland equipment islamic discover family party death discovery publish age invent inventor author alive planet believe round century amount choose chosen become became become think thought thought sweep swept swept here heard heard اول حاجة تعريف الastronaut a person هو شخص who travels بيسافر into space للفضاء astronomer عالم فلكي a person who studied the stars بيدرس النجوم and planets والكواكب gravity الجاذبية a force which attracts things تجذب العشاء or people to the center of the earth لمركز الارض satellite قمر الصناعي a machine in space على في الفضاء that goes around the earth بتلف حوالي الارض to send or collect information او تجمع معلومات a researcher a person who studies something carefully بيدرس حاجة بحرس space station a large space craft محطة فضاء where people live and work بيشتغلوا ويعملوا هناك a large satellite going around the earth بتلف حوالي الارض where astronauts ورواض الفضاء كان live and work to study space علشان يدرسوا الفضاء هناك بعد كده عندي telescope a piece of equipment معدات you use to see things that are far away نشوف حاجات بعيدة lens a piece of glass used in cameras or glasses that can make things look bigger or smaller بتكبر الحاجات او بتصغر العدسة orbit to move around a star or planet كوكب solar system all the planets كل الكواكب and their moons واقمرها which go around the sun بتدور حول الشمس give a specific time specific يعني محدد take a taxi come second make a discovery enter a competition start a competition have a weekend يعني يقضي عطلة او اجازة درس القراءة الاول معلومات علمية 1957 the first satellite اول قمر صناعي اللي هو spotting اللي هو طبعا ده كان اول قمر يطلق في العالم 1961 the first man in space اول رجل يصل للفضاء اللي هو يوري ججري 1963 the first woman in space اول امرأة اللي هي فالنتينا تريشكوفا فالنتينا تريشكوفا دي كانت اول سيدة ويوري ججرين ده كان اول رجل انما اول حد بعد يطأ يطأ قدمه او يضع قدمه على سطح على الفضاء اللي هو طبعا نايل ارمسترونج هنقرى دلوقتي عندنا في 1969 نايل ارمسترونج become the first astronaut to walk on the moon اول شخص يمشي عالقمر 1990 the world's first space station اول محطة فضاء في العالم miss goes into space تذهب الى الفضاء كان اسمها mirror اول محطة كانوا سمينها mirror المحطة mirror 1990 the first telescope is sent into space كان اول مرة يبعته تليسكوب الى الفضاء بعد كده عندي 1998 the international space station محطة الفضاء الدولية 2001 a new egyptian satellite يعني قمر صناعي مصري جديد بعد كده عندي هنا prize winning الفاس بجائزة ايجيبشن هلبس ناسا المصر الذي ساعد وكالة ناسا الفضائية من هو ده اسمها ايمن الرجب تعالي نشوف قصته for many years من سنوات عديدة ناسا has been trying بتحاول مدارح تام مستمر انها to understand what it can do with the rubbish يعملوا ايه مع القمامة اللي سبناها في الوحدة اللي فاتت جات لنا تاني هنا اللي بتيجي بسبب الرحلات الفضائية مع الرحلات الفضائية دي لها برضو رابش بيبحثوا عن طرق عايزين يحل المشكلة لانه ما بيستخدموا بلاستيك وبيبر طب عايزين بقى ايه البقية دي هنصرف فيها ازاي ودي مشكلة كبيرة so nasa started a competition عملت منفسة asking the world's best scientists of the علماء العالم to try and find a solution يحولوا يجدوا حل جلنا هنا بقى ايمن رجب is an Egyptian scientist ده عالم مصري عمل ايه بقى ايمن رجب who has always been interested in space science سوى طول حياته بيحب علوم الفضاء دخل المنافسة and came second وطلع في المركز الثاني طيب كان مقترح ايه بقى هو ايمن سجستد يوزن ججاتسي طائرة نفاسة of earth to make the waste smaller الطيارة دي تطير وتخلي القمامة او الفضلات اصغر and then help to recycle it ومن هنا ينفع نعمل لها عدد تصنيع ايمن ده منين تعاني شو بقى هو منين ايمن is from the village of the dabaiba هو من قرية اسمها الدبايبة and graduated in engineering وخلص كلية هندسة from aswan university من جامعة aswan هو اشتغل مساعد مدرس at the same university في نفس جامعة اسوان ودلوقتي هو شغال باحث for a university in Finland في جامعة فينلند منذ فوزة بالجائزة شغال في مشروع ناسا لنقل التكنولوجيا اللي هي مركزة على ازاي نستخدم احدث تكنولوجيا لامطره ازاي يوفر طاقة لما الجاذبية تكون منخفضة او تكون قليلة بعد كده عندي هنا العالمة دي او رائدة الفضاء اللي هي اسمها طبعا تعال نشوف قصتها ما لها قررت او مقررة او مخططة انها تتقاعد في اكتر من خمسمائة شخص راحوا الفضاء هي اكتر واحدة قدت فترات طويلة اكتر من اي امرأة اخرى عشان كده هما جايبينها وهي على طول بتعمل رحلات للفضاء بالاضافة لذلك بيجي تدريب محضرات لكونها رائدة الفضاء شغال باحثة و محضرة بتدي محضرات في محطة الفضاء الدولية بقى لها 15 عام ونتمنى لها مستقبل أفضل الدرس الثاني معانا استكشاف الفضاء في الماضي والحاضر أول رواد فضاء أو علماء فلك في الأول علم الفلك كان بيدرس الكواكب والنجوم زمان طبعا كانوا مهمين لنا منذ القدم في العصور القديمة عرفوا السنوات بمكان النجوم الماضيين القدماء اكتشفوا النجوم ده لما بيظهر يبقى كده احنا نعرف ان النيل فلادد يعني هيفيد بالإيه هيفيد بالمياه ده كان أول معرفة المصريين القدماء بالكواكب والنجوم طيب الأفكار اللي في الأول عن الشمس والأرض كان فيه عالم فلك من القرن الثاني اسمه بطولومي كان يعتقد ان الشمس بتلف حوالي الأرض كانت فكرة شائعة لقروم كثيرة Islamic astronomers علماء الفلك الإسلاميين in the 11th and 13th centuries في القرن الحداشر والتلاتاشر كانوا معتقدين انها ممكن تكون خطأ بس ايه الصح مش عارفين كانوا في الأول معتقدين ان الشمس هي اللي بتلف حوالي الأرض هتيجي طبعا فكرة جديدة in 1532 اللي هو عالم الفلك اللي هو عالم الفلك كوبريناكوس showed that the earth أثبت ان الأرض أربطت الزسان هي اللي بتلف حوالي الشمس but he hadn't published his ideas لم ينشر أفكار until just before he died حتى الموت كوبريناكوس hadn't wanted people to know about his ideas ما كانش عايز الناس تعرف while he was alive وهو على قيد الحياة because he knew he would be unpopular كان عارف ان دي هتكون حاجة مش محبوبة محدش هيحبها لانهم متعودين على حاجة معين نجي بها the first telescopes أول تليسكوب before the beginning of the 17th century قبل بداية القرن السبعتاشر astronomers had all studied space with their own eyes كانوا بيشوفوا الفضاء بعنيهم then in 68 أو 16 and 8 أو 1608 في 1608 the telescope was invented اخترع the Italian astronomer اللي اخترعوا مين العالم الفلك الايطالي جليليو طور التصميم خل العدسة أقوى عشان يشوف الكواكب in our solar system في النظام الشمسي modern discoveries الاكتشافات الحديثة the modern age is an exciting time for space discovery الاكتشافات الفضاء we can see objects that far away in space نشوف الحاجات البعيدة and look for life and look for life on other planets what discoveries do you think you will make in the future تعتقد الاكتشافات اللي احنا نقوم بيها في المستقبل بعد كده نروح للimportant expressions and preposition as well as dream of go around go into space prepare for with their own eyes a piece of equipment by looking at by the end of learn more about يعني يعرف المزيد a prize winning orbit the sun in the 15th century have a lot to do the center of the earth let in on mars walk on the moon study space in ancient times just before from the past on other planets الترضفات طبعا السننم والانتنم accurate correct exact inaccurate correct right true incorrect false specific particular certain non-specific recently lately previously anciently modern new up-to-date old ancient far away remote distant close nearby alive living dead popular common well-known unpopular a alive un unpopular i un collection i n incorrect ly successfully i n italian ودل ودل الوقت هنبدأ في الدرس التالت والرابع prices helmet receiver sensor continent grain signal trainers wireless in vain fellow tyler allow anywhere without satellite tv design nature system headphones sense motorbike sports matches broadcast airbags clear material check show context verse poet fridge wheat seed poem rhyme task diplomat wait كلمات نفس النطق بس المعنى مختلف one one i here here no no c c sun sun gps abbreviation اختصارات اللي هو global positioning system اللي هو نظام تحديد المواقع اللي موجود في الموبايلات gps bceb4 common iraq قبل الميلاد dr dr mr tv television الverb is blue blue plon fall fill fallen say said teach tote tote بعدها نشوف definitions praises اللي هو تقويم الاسنانة والدعامة something that people can wear to make their teeth straight تخلي اسنانهم قوية gps a system global positioning system for finding how to find something ازاي نجد شيء or to get to a place using satellite او الوصول لمكان باستخدام القمر الصناعي helmet a special hard head قباة قوية used to protect the head تحم الرأس satellite receiver a machine which can receive or read information that is sent by a satellite or بواسطة القمر الصناعي هذا كده sensor something which can measure small amounts of light زي الهيت او sound signal information or instruction that is sent by sound or light ترسل بواسطة الصوت the late 20th century منذ اواخر القرن العشرين we have used satellite technology for many of things technology we do every day we do every day our lives would be very different without it life here here are some things that we use satellite for the commercial is what here let's see the use or the facilities of the commercial commercial first GPS before the satellite we invented people had always used maps to find their way to find the way now most people use GPS the people use GPS which use a system of satellite that works together GPS signals to receive on airs to receive place you just and you have GPS in cars in cars or phone or telephone and even in some motorbikes helmet and there is also a new or new GPS in GPS so you can have to go the place that you want to go so the first thing is GPS another thing with the reports we will know في الطقس المنين في العالم كله بيبعثوا صور للأرض من الفضاء بتوضع مع بعض زي شو هاو كلاودز بنشوف السحب والعواصف وهي بتتحرك تليفزيون والإنترنت تليفزيون متصل بالقمر الصناعي يشوفوا الحاجات البرامج اللي هم عايزين يشوفوها أو الرياضات الإشارة بيجينا في البيت وفي بيبعث للإنترنت طب بالنسبة للتليفونات هل أنت وجهتك مشكلة قبل كده أن التليفون شارته سيئة بتعمل في أي مكان في الأماكن اللي هيبعدة عن المدن زي ما يكون في الجبل يعني الإشارة اللي بيجينا وإحنا معنا الموبايل في الصحر أو في الجبل بيجينا عن طريق القمر الصناعي بعد كده عندي درس مهم جدا عن العالم المصري الدكتور فاروق الباز أبحث كثير قبل ما أول شخص يمشي على القمر واحد من أهم العلماء على مستوى العالم موس دكتور فاروق الباز حدد مكان القمر الصناعي أبولو 11 أين المفروض أنه يهبط على القمر بيعلم رواد الفضاء الصخور اللي يخدوها من الأقمار في الزيارات اللي بعد كده بعد دراسة القمر بدأ يدرس الصحراء اللي موجودة في الأرض تستخدم الأقمار الصناعية لوجود الأنهار القمر الصناعي بيعرف النهر اللي موجود في الأماكن الصحراوية بمساعد دكتور فاروق الباز وده ساعد مصر وده ساعد مصر أنهم يجدوا مية جديدة بعد كده عندي درس استماع هنا ساتلايت الأقمار الصناعية طريقة صناعينا لأشياء كثيرة هل تعرف تكنولوجيا الفضاء أيضا تستخدم لتجعل الكثير من الأشياء نستخدم كل دي حوالي 50 منتج جديد كل سنة تكنولوجيا الفضاء هل تعرف تكنولوجيا الفضاء وده أشياء نستخدمها أول حاجة معنا اللي هي هذا هو الحزاء الرياضي اللي كنا شايفين صرته من شوية ده أول حاجة فيها أكياس من الهواء التي تجعلها المريحة المريحة وتحمي رائد الفضاء أكثر من عاماً من المريحة لديه أكثر من العلماء بإستخدام نفس الفكرة في الكتشات الكتشات تاني حاجة معنا الكاميرا اللي في الموبايل اخترعوا سنسور يلتقطوا صور في الفضاء بدون طاقة كثيرة هذه التكنولوجيا الآن استخدام في الكاميرات في الموبايل في التلفونات ثلاثة سماعات الوائرلس اللي هي من غير سلكية مهم الرواد الفضاء يتواصلوا مع فرقهم على الأرض كانت كبيرة ولمش مريحة أعملوا حاجات أخاف يتكلموا فيها من غير استخدام الهند اللي هي الإدين استخدام لما هبط على سطح القمر النظارة الشمسية العلماء عايزين يحموا عنيهم عارفوا ان في طيور عندها زيت معين في عنيها بيحموا من الضوء ويشوفوا بوضوع عملوا عدسة تعمل نفس الشيء عما يستخدم في النظارات الشمسية آخر حاجة معنا اللي هو تقويم الأسنان الناس طول حياتها محتاجة أسنان قوية استخدموا الأجزاء الداخلية بتاعة الخرفان لكي يعملوا تقويم الأسنان وده برضو بيستخدموا العلماء اللي هم رايحين الفضاء بعد كده عندي تعبيرات وحروف قرر استخدموا الناس طول حياتها transformational find their way use for work together in the whole do research work out since the late 20th century on phones all around the world bought together in some areas far from cities on satellite TV on later visits useless worthless valueless useful allow let stop prevent comfortable, relaxing, uncomfortable, pass, succeed, and fail, send, deliver, receive, useful, wireless, receiver, unsuccessful. بعد ذكر أن الدرس الخامس ويسأت Exhibition Exhibition Planterium Vehicle Liches Island ويسيب نتاك Vehicle Source The International Space Station Guide Directions Railway Mediterranean Sailor Around Clear Russia Newspaper Europe Spanish Travel Flat Ventian Circle Appear Englishman Asia Informative Hopple Achievement Nerly Asteroid Diary Date Huge Journey Preservance Probe Public Transport Winner Entry Draw Draw Drone Bring Broad Approach Leave Left Left Understand Understood 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 Head 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 Make Maps Make Phone Calls Make Notes Make Sure Draw Maps Get Directions Take Back ده جانب من القمر مش بنشوفه من الأرض محدش في الجزء ده قبل 1959 عندما سفينة الفضاء الروسية لونة 3 التقطت أول صورة لي بمجرد ما الصورة التقطت كان متحمس أن يشوفها ثم 1965 روسيا سفينة ثانية تلف حوالين القمر وكانوا أكثر وضوحا بعد كده لنا سألت سؤال عمل خريطة القمر سؤال جايت من 1966 من 1967 من 1967 الولايات المتحدة الأمريكية يدور حوالين القمر علشان يعملوا خرائط لي بمجرد المتحدة الأمريكية بمجرد المتحدة بمجرد المتحدة من زوند 3 انجي هل كل الصورة التقطت بواسطة بعد معامل خرائط من سفينة الفضاء أبولو 8 هل في أي سفينة فضائية هبرت على الجزء البعيد من القمر ناسا تحطمت لما هبطت بعد فترة طويلة نجحت وهبطت على الجزء البعيد من القمر بعد كده عندي تاريخ الخرائط بطولومي رسم أول خرائط حوالين البحر المتوسط كانت بتبين المنطلة حوالين البحر المتوسط 1,100 الإدريسي من شمال أفريقيا دروز ماب في بك تابولا رجريجيان تظهر كانت مبينة العالم كدائرة 1,500 البحار الأسباني جوان دي لكوسا دروز أول خريطة تشو أمريكا بعد كده بيولد جرادوس ميركاتور تجدون طريق تجدون طريق تجدون طريق تجدون طريق تجدون طريق 1,800 طريق وطريق الطريق الطريق واسق الحديد تجدون طريق أفضل تجدون طريق تجدون طريق تجدون طريق وأفضل بعد كده هنا 1950 the first satellite photos أول صور للقمر الصناعي are taken off the earth التقطة للأرض and maps give much more information ودت معلومات أكتر 2005 people start to use maps يستخدموا خرائط on their phones and computers they use satellite أقمر صناعية to get directions علشان يحصلوا على الاتجاهات بعد كده هنا بيولد the international space station محطة الفضاء الدولي what is the international space station the international space station is a huge spacecraft هي huge spacecraft يعني سفينة ضخمة جدا 70 km above the earth 70 km full earth it's a place where astronauts هو مكان حيص رواد الفضاء live and work يعملوا ويعيشوا when they got into space most astronauts stay on the space station for about 6 months تقريبا بتوع 6 شهور how fast does it travel سرائطها the space station orbit the earth بتلف في حوالين every day it travels at 27 27,000 27,000 27,000 km an hour في الساعة that means that it goes around the earth every 9 minutes كل 90 ديها بتلف it's one of the bright objects واحدة من أقصى الشيء المعانا in the sky and you can see it without using a telescope ممكن تشوفها من غير telescope when was it built متى كان تصميمها lots of countries worked together البلاد بتشتغل مع بعض to make the space station and astronauts from all around the world have stayed on it the first piece of the space station went into space in 1998 since the first astronauts arrived in 2000 في سنة 2000 more than 200 astronauts from 19 countries have stayed there أكثر من 200 رائد فضاء من 19 دولة يمكثون هناك what is life like on the space station الحياة عاملة ازاي life on the space station is different from life on the earth من الحياة على الأرض in many ways in space في الفضاء washing الغسيل sleeping and eating can be difficult but communication isn't a problem التواصل مش مشكلة astronauts can send emails يبعثوا email or make phone call to their families back home ويتواصلوا مع أهلهم في البيوت عادة جدا بعد كده هنا عندي journey to بينو بينو ده كويكب يعني كويكب يعني كوكب صغير خلص in 2020 في 2020 a spacecraft landed مركبة فضائية هبطت on بينو بينو is asteroid which is a large rock صخرة كبيرة that's flying through space the spacecraft called the spacecraft called called the spacecraft took small rocks from pinو and will take them back to the earth and return to earth 110 from one side to the other السفينة الفضائية غادرت الارض in 2016 2016 and had orbited pinو ولفت حول pinو for nearly two years before it found a place to land safely قبل ما يلاقوا مكان ويهبطوا عليه بأمان يعني هما فضلوا سنتين علشان يعملوا ايه علشان يهبطوا عليه then in 2021 اوزريز ريكس left pinو for its journey home this will be around 2.3 billion kilometres because the spacecraft must orbit the sun لازم تلف حول الشمس twice مرتين before it can land on the earth so why ولذلك has اوزريز ريكس made this difficult journey خلت الرحلة صعب scientists think that the rocks from pinو could help them to understand how the earth was made ممكن يعرف ازاي الارض صنعت scientists also think that understanding pino will help them know where the astraid is going اين الكواكب يذهب it's possible that it will hit the earth although not for many years وممكن كمان متوقعين وممكن يصطدم بالاي بالارض بعد كده عندي هنا درس كراء رحلاتي للقبة السماوية بحسن السيد اللي كتب الموضوع اسمه حسن السيد مرحش بلانتريم من قبل ماجدي لفزن الكسندري عايش في اسكندريا راح هناك مع عائلته من قبل رحنا معرض عن كوكب المريخ قبل نهاية القرن العشرين هبط على مارس في 1997 نحن 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 هنا طول الصباح ولكن عند نحن لم نرى كل وشوف كل حاجة سأ أرغب هناك نفس رجع هناك في يوم من الأيام تاني بعد هنا include facts above the earth go into space stay on the space station the far side of go around different from on earth in many ways travel at take turns get the answer right as soon as at the same time as soon after color photo land on check your idea referred to find a way to move forward use satellites for maps the journey back bring back a long time after a report space vehicle huge enormous massive tiny bright colorful dull pale stay remain leave difficult hard complex easy possible probable impossible public general private success successfully carefully Japanese communication impossible amazing وبكده نكون وصلنا لنهاية unit 10 انتظرونا ان شاء الله في حل الاسئلة مع تمنياتي بدام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هم